دورة كأس مصر دورة 16 منها الكل كان مستني يوم 14 من هذا الشهر لمعرفة ما هو موقف الأهلي من مباراته أمام مصر المقصة وده كان بعد مبارات الأهلي مع فاركو اللي انتهت بالتعادل السلبي وسجل فيها الأهلي هدفا قبل ربع ساعة من نهايته ولكن ألغاه ألفار بقرار أو برأي من الكابتن محمود عشور حكم ألفار في هذه المباراة اللي نفده الكابتن أحمد الغندور اعترض الأهلي واشتكى وأصدر عدة قرارات بعد اجتماع عاجل مع شركة الكرة وقال في النهاية هلعب بالناشئين والشباب ولكن مش هلعب معاك يا اتحاد الكرة أي بطولة بتنظمها إلا إذا أعلنت إقالة اتحاد أو لجنة الكرة لجنة الحكام اللي بيقودها الكابتن عصام عبد الفتاح ثانيا أن تحيل حكم الفار في مباراتنا الأمس إلى التحقيق وتوقفه اللي حصل بقى خلال المرحلة الماضية من بعد البيان أو من بعد قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي حتى الوصول إلى ليلة المباراة المنتظرة اللي حصل لو عملنا نظرة سريعة كده هي رقم واحد أن الكابتن عصام عبد الفتاح قبلت استقالته اللي كان ما قدمها من شهر يونيو الماضي وتم تعيين كلاتنبرج عشان يتولى المسئولية من دلوقتي مش من بداية الموسم اللي جاي بعد ما اتحاد الكرة قعد يرقصنا 3-4 مرات لأنه هو نفسه ما كانش عارف هو إيه اللي المفروض يعمله فالأول قاله نهاية الموسم بعد كده قاله امشي يا عصام هيبدأ دلوقتي كلاتنبرج إذن أول طلب أو شرط من شروط الأهلي تم تحقيقه ورسميا عصام عبد الفتاح ما بقاش موجود اللي بحسب الأهلي فقدت لجنته النزاهة والشفافية وجاءت كلاتنبرج تاني حاجة هي أن يتم إحالة الكابتن محمود عشور إلى التحقيق وإعلان هذه النتائج اللي حصل وقتها أن الكابتن عصام عبد الفتاح عين الكابتن محمود عشور حكما للفيديو في مباراة بيرامدز مع المحلة واللي انتهت بفوز بيرامدز بهدفين دون مقابل وبعدها تاني يوم قال لك خلاص أنا رسميا استقلت عشان بأسمي ردت اعتبار حكم آراه غير مخطئ اللي حصل بعدها اتحاد الكرة راح قيل كل شكاوى الحكام كل شكاوى الأندية من أي حكم خلال الموسم الحالي سترسل إلى كلاتنبرج لمناقشتها فبالتالي بقى بالنسبة للأهلي اهو الشكوى بتاعتك يا أهلي انت وغيرك لكن انت الشكوى بتاعتك هينقشك لاتنبرج هل رضي الأهلي فضل الأهلي بدون موقف رسمي حتى هذه اللحظة لحد ما وصلنا إلى لحظة اليوم اتحاد الكرة بعت للأهلي خطاب الأهلي نشر فحوى فكيف جاء بيان أو خطاب اتحاد الكرة إلى النادي الأهلي اللي بناء عليه رد خلاص هنلعب بكرة قرار مجلس دارة النادي الأهلي النهاردة أو الخبر اللي نشره على الموقع الرسمي للنادي جاء كالتالي قال انه تلقى النادي الأهلي خطابا اليوم من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات وأن الاتحاد تعقد مؤخرا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداء من 10 أغسطس وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الفار في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري أكد اتحاد الكرة على أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية لكن حسب ما جاء في خطاب الاتحاد أنه تبقى للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكرة ويركز في ديه وليد عشان هرجع لها تاني خلال ثواني بعد من خلص يعني هطلب إنه هنرجع لديه فهنلاقيه على الشاشة وفي ضوء ما سبقه واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميا وتحويل ملف حكام الفار في مباراة الأهلي وفاركه في الدورة للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية دون الإعلان عنها تماشيا مع اللوائح المنظمة وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطورتي كأس مصر والسوبر المصري تمام كده؟ تمام كده طيب الأهلي بيتكلم بروحة تامة بيقول إنه ما طلبته استجابة استجابة له اتحاد الكرة المصري طلبنا إنه يمشي عصام عبدالفتاح ماشي تاني حاجة طلبنا إن الملف يحال إلى الشكاوى والتحقيق وتقلنا ماشي نرجع بقى أستاذ وليد مرة تانية إلى النقطة اللي اتكلمنا فيها اللي بتوضح راحة الأهلي التامة من تواصله مع اتحاد الكرة المصري اللي هي مش بس عبارة عن مخاطبات لكن عبارة عن مكالمات واتصالات وهي تخد حتى وصل الأهلي إلى الخبر اللي نشره الأول أو النهاردة قال لكن حسب ما جاء في خطاب الاتحاد أنه تبقى للوائح المنظمة لو يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية النبرة الهادئة جداً اللي بتكلم بيها الأهلي النهاردة على عكس نبرته غير الهادئة اللي تحدث بها مع اتحاد الكرة طوال هذا الموسم سواء بخصوص الحكام أو بخصوص المباريات أو بخصوص أي حاجة حصلت بتوضح لك حاجة أن الأهلي مش بس تقالوا أن الملف دلوقتي مع كلاتنبرج وأن احنا بندرس ومن بينه ملف محمود عشور بس يا أهلي مش هينفع نعلن لا هو الأهلي بيقول لك بشكل ضمني أن احنا مرتحين للقرار اللي هيطلع بعد إحالة الملف إلى كلاتنبرج ليه بنقول كده؟ لأنه طبعاً الأهلي واضح أنه هادئ جداً هذه المرة رقم اتنين أن ما علمه برنامج الماتش أن الكابتن محمود عشور اللي أدار مباراة بعد مباراة الأهلي مع فاركو اللي عامل كل الجدل ده قد أصدر مارك كلاتنبرج قراراً بشأنه بنسبة 90% وبقول مش هقول 100% لأنه محتمل يحصل أي حاجة لكن في وضعنا هذا في لحظاتنا الراهنة محمود عشور موقوف لنهاية الموسم نهاية الموسم دي اللي هي 3 أسابيع جاية لكن لن تراه حكماً في مباريات في الكرة المصرية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بقرار من مارك كلاتنبرج وعلى ما يبدو أن هذا القرار قد وصل إلى الأهلي ولن يعلن عبر وسائل الإعلام وده العرف وده اللوائح المنظمة لكن الأهلي عرف كده فاستراحة واطمأنة ويشارك غداً في مواجهة مصر المقصة ثاني وثالث ورابع أدعو اتحاد الكرة ولجنة الحكام إلى إصدار توضيحات للقطة بيرستاو الهدف المسجل ألغية وليه عصام عبد الفتاح قرر أنه يقول أن لا هتلعب رغم أنه هو أخطأ بحسب كلاتنبرج وليه كلاتنبرج شاف أن قرار حكم الفار كان خاطئاً مهم جداً لأن احنا دلوقتي قدام واحد ما في كل الأطراف اللي احنا بنتكلم عليها دي مش بس أخطأ بل عاند في الخطأ أو قدام واحدة ظلم بتكلم هنا على محمود عشور أخطأ وعصام عبد الفتاح سنده في الخطأ أو محمود عشور ما أخطأش واتحاد الكرة عقبه علشان الأهلي ما يزعلش عارف أنه ما ينفعش يبقى العرف الدائم هو أنه لما حد يعترض من الأندية نروح يجن له أهود دليل ويضل دار في الفيديو لكن الموضوع بقى رأي عام وبقى تهديد بنسحاب من مسابقات بينظمها اتحاد الكرة فحلوة قوي المعلومات اللي أنا بقولها لكم دلوقتي دي معلوماتنا مش ما قاله اتحاد الكرة المصري لأنه عنده ورقة هيلعب فيه لعب بيها طوال الوقت وهي ورقة أنا ما ينفعش أعلن عقوبات الحكام حقك لكن هنا ما تعلنش عقوبات الحكام اعلن لنا التقنية بتشتغل ازاي والحكم الدولي اللي هينهي مسرته التحكمية خلال أيام لأنه بيتمم عامه الخامس واربعين أخطأ في ايه؟ أو ما كانش أخطأ في ايه؟ مهم جدا ده لمصلحة الحكام ومصلحة الكرة المصرية وعشان الكل يعرف أن الاتحاد الكرة ما بيخافش من أي حد إذن الأهلي اطمأننا الآن ويشارك غدا في مواجهة مصر المقصة وعودوا إلى مقاعدكم لأن لا منسحب ولا الإسماعيدي اللي قالها انسحب قدام الزمالك بعد ما القرعة عملت ولا الأهلي اللي قالها انسحب من قدام المقصة بعد مباراة الأهلي مع فرقه الكل جاهز والكأس أيضا ساخن مثله مثل باقي مباريات هذا الموسم المصري الجميل حقيقة ينقصه فقط أن يكون مبارياته منتظمة وأن الموعيد تكون منتظمة وأن البطولة تخلص في نفس التوقيت اللي بيخلص فيه باقي مباريات العالم اللي بتبدأ للأسف مواسمها حاليا أعلن الأهلي إذن